وإلى أخبار الاقتصاد الأمريكي حيث أظهرت بيانات صدرت يوم الجمعة تباطئ نمو الوظائف في الولايات المتحدة بأكثر من المتوقع في إبريل وتراجع الزيادة في الأجور السنوية إلى أقل من 4% للمرة الأولى في نحو ثلاثة أعوام وعززت الدلالات على تباطئ سوق العمل التفاؤل بأن بنك الاحتياط الفدرالي يمكن أن يتخذ إجراءات لتقليص التضخم دون الزج بالاقتصاد إلى حالة ركود